نقدر نعالجها بطرق حديثة هذا اللي هنعرفه النهاردة من دكتور وليد حسن أخصائي طب وجراحة الأسنان دكتور سواء الحل ونوارنا ونزلت اتصوتي دكتور ولا لسه سعر مبروك دكتور عايزين نبدأ كلامنا بيمكن أكتر مشكلة سائعة ما بين الناس التساوس عايزين نتكلم يا دكتور عن التساوس اشرح لنا كيف يحصل وكمان اشرح لنا مراحله لأنه أكيد ليه مراحل مش كده عادة بتبدأ جميع مشاكل الأسنان بداية من التهابات اللاسة طبعا لأنه عندنا مشكلة أو عادة سيئة للأسف في طبيعة غسيل اللاسة أو الأسنان إن احنا بنحاول نعملها على مدار اليوم أو مرة ما نعملش أو 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 إحنا بيهمنا قوي إن بعد أي وجبة يوفضل إن أنا لازم أعمل غسيل الأسنان بحيث أشيل بوائي وفضلات الطعام اللي بقت موجودة على طبقة هنينة بتاعت السنان اللي بتبدأ بعدها تكوني طبقة البلاك لو أنا أعملت فيها شوية بيبدأ بعدها ممكن يدخل بين اللاسة اللي هي الجيوب بتاعت الأسنان يبدأ يحصل فيها التواجد للبكتيريا لأن ده وسط ملائم جدا من البكتيريا اللي موجودة في البق لأن البكتيريا اللي موجودة عندنا في البق دي متعيشة بش دي بكتيريا لا هوائية يعني بكتيريا ما بتحبش الأكسجين فالجيوب دي بتبقى ما تبعيدة عن الأكسجين فتبدأ تبقى متراكمة فيها مع أي بطابلات من الأكل يبدأ يحصل التخمر دي أول مرة حالة من مراحل التخمر بعدها يعمل أحماض دي بأول فترة من المراحل بتاعت التساوس تقرام؟ عندنا مراحل التساوس نفسه فيه تسويس بسيط وتسويس متقدد تسويس بسيط اللي هو يبدأ بس يأثرلي في طبقة المينة الخارجية طبقة الخارجية ودي مفهوم دي من أقوال طبقات لو أهمالنا فيه شوية يبدأ يختارقها بالأحماض اللي تكونت فيدود جزء من السنة حد ما يوصل لطبقة العاج مشكلة طبقة العاج لنت احتاجها العصب على طول بتاع السنة أو الدرس اللي هو مديني الإحساس فلعشان كده بيحصل رتني تحصل مساكل في العصب فنستدين نحس بقى بالألم يعني ده يا دكتوري خلينا نقول انه لو حصل تساوس اللي هو الظاهري أو المبدأي ده احنا مش نحس بألم ما بيقاش فيه أحساس بالألم أحيانا بيبقى بعض الناس اللي عندهم الحساسية أعلى شوية مع السائع ممكن يتعبهم مع الحلويات دي كلها زي ألار دي دكتور مؤشرات لأنه ممكن يكون عندنا مشكلة لما نشرب ماء سائع أو حاجة سخنة فنبتنين نحس بزي كده كهرباء يبقى دي إحنا عندنا مشكلة واضحنا عندنا مشكلة فنروح بقى تعال دكتور هل في شخص أسنانه يعني قابلة لأن هي يحفظ فيها مشكل أكثر من شخص تاني أو في شخص أسنانه بتسوس أطرع من شخص تاني هي دي بنقدر بقسمها الحاجتين فيه بالنسبة للأطفال دول بيبقى معدل التسوس عندهم إلى حد ما أعلى شوية أن السنان بتاعتهم بيبقى سنان لبنية فسهل إنها بدوب أكثر من الأشخاص البالغين طبعا فالمنطق إن أنا من أربع لزيت شو لازم بعمل تشيك لازم بقى فيه دكتور سناندراعي اللي بتابع معاه حيث لو فيه أي حاجة في الأول هتقدر تتلحق ماستناش لحد ما تعمل لي التهابات لأسا تخشي لي التسوس وتقدم العصب يظهر الكلام طب هو ليه دكتور الناس كده عم بيثقفها أو فكرة إنه أسنان الأطفال دي لما يحصل فيها مساكل فمش مهمة أو إن إحنا نعالجها لأنه هو بعد شوية الولد هيغير سنانه وهتصلع له السنان الدائمة فبالتالي أي مساكل تحصل في المساكل أي مساكل تحصل في الأسنان أو اللي بناني مش مهمة إن إحنا نعالجها ده غلط تلانصر ليه دكتور لأنه ممكن بعد كده يعمل مشاكل في السنان الدائمة يعني دي بدايات يعني الأول بيبقى لو نمو الفكة بتاع الطفل الطبيعي بس لو عندي درس أو سنة حصلت يوم تسوس وبدأ يحصل إهمال من الوالدين إن الدرس أو السنة دي ماقدرش إننا الحقها في الأول يتعمل لها أنواع من الحشوات بتاعت الأطفال لو خلعت الدرس استانوا لحد ما يبدأ يعمل مشاكل في اللاسة ويبدأ يعمل أورام وتبدأ تعمل خرارية تبقى مشكلة في الطفل غصبا عنه هو رد الشوائل بتاعه وبيعايف أو مش عايز هيكل تبعين؟ فهي طبعا بتأثر عليه في بقى الأكتر إنه يبقى حاجة مدمرة إنه هو يخلعوله الدرس أو السنة دي أنا مفروض نعند الأطفال كل درس أو سنة ليه معاد معين إنه يتشايل عشان هيطلع الدرس البدل بتاعه لكن ممكن إن السنة تتأخر إن هي تتخلع أو تتلخلخ فلازم يروح الدكتور هو ليخلعها يفضل لإنه عادة بتبقى مشهورة جدا عند الأطفال السعيرين عند بالذات مرحلة اللي هو من 5 سنين إلى 6 سنين يبدأ السنان اللبنية اللي موجودة وتبدأ وراهم تظهر السنتين الدايمين فيحس إنه فيه سنان طلعه ورا السنان فتبقى مشكلة يفضل إنه أنا أشيل اللبني عشان الدائم يتعدك في مكانه عشان ما يجأش التقويم لما يكمل 12-13 سنة طب أنا حياتك تكلمت أنا سأل سؤال حياتك قلت الأطفال بدأت بالأطفال هل فيه في البلالين أو الناس الكبار عندهم قابلية لإن أسنانهم تثوث أكتر دي بتعتمد على حكتين فيه طبيعة الأكل وطبيعة السنان وطبيعة الريق أعم هو ده بقى لأنا بسأل فيه الريق بتاعنا المفروض إن عنده نسبة من القلوية فيه نسبة عندهم قلوية بتاعة الريق عالية فدي تعملي ترسبات لجير على الأسنان تلاقي معدد التسوث بتاعه لأنها أحماض بيتحدله مع بعضات لاقي معدد التسويس عنده قليلة وفيه اللي بيعنده قلوية الريق قليلة وبالتالي هتلاقي الأحماض أي أكل يأكله لأعمل تسويس زياد فيه المرضى اللي بياخده أدوية لمريض السكر ده معرض للتهابات اللسة أكتر ومدام فيه التهابات في اللسة فبالتالي الأسنان هتتسوث بشكل أسرع ومشهورة جدا عنده بيحصل لهم تآكل في اللسة دكتور للتالي الشخص عارف ان هو مريض سكر أو عنده قدلية لأن أسنانه تسوث بشكل أسرع هل في بقى إجراءات احترازية كده زي ما بيقولوا نعملها مع الشخص ده عشان أسنانه ما يلاقيهاش فجأة كده كلها تسوث دي بتبقى حاجتين بتعتمدلي على السكر بتاعه نفسه هل كنترولد ولا مش كنترولد هل مزبط وبيعمل شكل أول بأول ولا لأ تمام؟ يبقى كده لازم مع الطبيب بتاعه بتاع السكر لازم يبقى عامل معه متابعة لو نبقى فيه لغبطة لدكتور طالع ونعزل بيحصل مساعدة تحس ان السنان بتتلفلف ولو السكر تزبط يحس ان السنان مسجد فدي حركة أبعالي تنايبة فيها يعني عمالة تاعة لو توطى تتحرق وتقف وفي مشكلة بس احنا للأسف الناس ما بتجيش غير لما تبقى خلاص فيه كلام أول مش اكتر لكن لو لحق من الأول وانا عندي يعني على مستوى الشخص في عياتي عندي ناس كتيرة اللي هي بنتابع أول دول نعم لهم نتنظيف للأسف ده بصورة دورية وتشكل السكر طيب دكتور عايزين الكلم برضو عن مشكلة تانية برضو بتتسبب في التفاوز بعد شوية لو هي ما تعالجتش أو يعني أحملناها البيوب يا دكتور برضو فيه ليس معارضة أكتر لأن يزهر في اللأسف عندها البيوب فيه بعض المرض للأسف اللي بياخدوا عدوية بتاع الأعصاب وكده دي بتأثر على اللأسف فترة الحمل في عندنا مرض من الأورام اسمه أورام الحمل طمعم؟ إن بيحصل التهابات في اللأسف تورم في اللأسف لدكتور أثناء خلال فترة الحمل خلال فترة الحمل لأن كل الهرمونز والإنزائنز بتاعت الجسم فترة الحمل بتختلف مع المناعة بتقل مع البكتيري يحصلها نشاط طيب لما المناعة بدأ بتقل يبدأ البكتيري يحصلها نشاطها تبدأ دايما تسمع في اللأسف طيب بعد الحالات اللأسف بيحصلها ورام لحد ما بتغطي 3-4 سنان طيب برضو بنا بعملين متابعة معاهم إن بعد الولادة بنطمن هل بدأ يحصل إنحصار للأسف اللأسف اللوحده اللي تورمت ولا بتحتاج إن احنا نتبسل جراحيا نحنا نعملها زي يعني أصل اللأسف اللأسف اللي هي الزيادة دي هل تتمنحي مشكلة خالص نعم طيب دكتور نتكلم بقى عن أسنام المرأة الحامل وكثير جدا زي ما حياتك قلت بيحصل لستات المساكل خلال شهور الحمل هم بيخافوا والستات بتخاف إنها تجي تعالج أسنامها خلال شهور الحمل ده مضبوط ولا لأ فدري ده مضبوط أصلا هل تتسنامها لو هي مسويتها مثلا عن 9 شهور طبعا مش مشكلة منطقي طبعا لإن أنا مشكلتي الأساسية أن الجلوب اللي موجودة عندها فيها بكتيريا طبعا يبقى بقت مع الأكل لأنها بتبلع ميكروب تنزلوا لمعدتها إذا بقى أنا عملت انتشار الميكروب ده أنا عايزة أوقفه هنا ممكن الميكروب ده كمان يوصل البيبي نفسه طبعا يؤثر يؤثر تمام وابتصل في فترة الرضاعة لو في ميكروب برضو عندها ممكن ينزل البيبي مع الرضاعة وإنما بنزل في فترة الحمل كان الكلام القديم أن طول ما انت يحامل إيه ويتروح الدكتور سنان وينفع شيء والبنج الوقت عندنا بنج بتاع حوائي مخاصص الحوائي لدينا أدوية معينة نقدر نتعامل بنحاول نخليها في قضيق الحدود ولو مضادات حيوية ده أكتر طبعا ممنوعة بس أنواع معينة مضادات الحيوية اللي ينفع تتاخذ غلال شوري والأهم كان زمان للأسف في أدوية بتتاخذ كتيرة وتأثر على بيتأثر على أسنانه يه أسنان البيبي نفسه لمرضبائي بترسيبات الكالسيوم بتاعة البيبي من 6 أسابيع وهو جنين ده دكتور أنا فاكرة أن أنا يعني يقول موقف شخصي فأنا فاكرة أن أنا خلال شهور حملي حصلت لي مشكلة تتاوز في درسي وبعدين الدكتور قال لي إحنا هنحشي حشو مؤقت لغاية لما تولدي وبعد كده يعني هنستفضل الحشو المؤقت ده الحشو دي أنا مسهمتش يعني أنا بدلت مثلا خمس شهور عامل الحشو المؤقت ده أنا أعرف الحشو المؤقت ده بيقعد أسبوع عشر سيام بالكتير بس ده يقعد خمس شهور هكي أنواح هناك حشو أبضل وممكن المادة اللي حطها لحباتك اللي بنستعملها كأننا بنعمل عزل للبرس عن النحيط بتاع البقى فده ممكن المواد دي بتبقى أصلب شوية نقدر صعوب معنا لفترة طويلة فده مش المادة المؤقتة اللي هو يتحط ثلاثة لخمس أيام في مواد تانية بتبقى هارد شوية طب دكتور هايزين تكلم كمانا عن الأكل اللي ممكن يعني لو إحنا كلنا ودي كان الطريق أكلنا طول الوقت ده بعد كده هيتسبب لنا في مشاكل تسنامنا وتسوص وجيوب هو مفهود على سطح السنان ممكن تخش في الجيوب وتعملي تأكل في اللاسة وتبدأ المرحلة المفهود أنا بعدها اللي بيهمنا جدا جدا أن قبل النوم بساعة على الأقل هاخصل سناني وخلاص ما فيش أكل أو شرب لأن ربنا جعل عندنا الريء نفسه وعنده خاصية اسمها ووشنج افكت نوع نفسه بيخصل الأشنان كأنه غسيل زيت بالضبط مع وجود الإنزيمات اللي موجودة فيها لأن الهضم بيبدأ منه ما يقرب وخمسة ستيف الماء في بقر بحرك بتبتغي الأكل حد ما يبقى خلاص بقت يعني الطريق خالص مع الغدد اللعبية اللي موجودة تحت اللسان بتفرز إنزيمات بتبدأ تدوب في الأكل زيادة بحيث ينزل للهضم يستكم الهضم ولكن لو عندي مشاكل فدي برضو بيعاني منها اللي ما عندهم ش سنان بخلع سنان كثيرة لو بيفتقد سنان مريض سكر كان في مشاكل كان في إهمال وخلع سنان كثيرة فبالتالي كمية النبغة عنده كفائتها مش عالية فبيبدأ يحمل على المادة لأنه ما ندخش 65% تعت الهضم اللي بدأت في الكام فتلاقيهم دايما بيعانوا من مشاكل في عسر هضم وانتفاخات مشترة تالية خالص دكتور دايما أنتو تنصحونا أنه اغسلوا أسنان كو يعني لأن غسيل الأسنان ده يعني أكيد بيجنبنا مشاكل كتير عيسي يقول أنا بأغسل سناني مرة الصبح قولنا بأغوم ومرة بالليل وبالرغم من كده بيعطالي مساكل كتير في أسناني أنا عايز أعرف دكتور هل ده مرتبط بإنه لأ هو الصبح و بالليل ده مش كفاية بلازم بعد كل واجبة مفروض نغسل سنان نا ولا إيه بالضبط إحنا بتيجي حراك برضو بيدخل فيها اختل في إحنا طبيعة السن أصلا مغسل الأسنان يكافح التزاوس لا يعني لو عند عرضك معدل التزويس عالي سيقلل من المعدل لكن مساهمنا حدوث التزاوس لأن الشعيرات فرشة السنان السنك في عندنا بعض الناس بيبقى التدريس سطح الدرس أو السن بتاعتهم تبقى رفريع جدا فبالتالي مهما هكصل بفرشة السنان أنا بشيل من الفضلات وشيل 200% بشيل ما يقر من 60% 70% فبعد ما تدرس يساوس في خلال سنة أنا اتخليته 4-5 سنين مع الشكل اللي انا بعمله مع الدكتور بتاعي وإذا لو في اي افضل الوقت يبدأ نعمل حاجات تانية ونعمل حاجات وقائية عشان تخلي السنان أصلا مهما أنا كنت عايدي سألك عن النقط هذي يا دكتور وحيات ك ما جاوبت نيس لما قلت لك الناس اللي عندها معدلات تساوث عالية وقابلية للتساوث الشكل أكبر هل المفتوض نعمل معهم إجراءات احترازية أو وقائية عشان مهما لهم تساوث بيبقى وبيفتح لدرجة تايمي بزود طبق المينة مناعة يبني يعملهم حاجة اسمها Fluoride Application إننا بحطها له في التري ويبقى طعمها كويس قوي وليها نسهب معينة اللي واخدين عليها Approval من النظام الصحة العالمية اللي هو مايزتش عن 1.2 في المية يعني 1-2 من عشرة في المية يبقى Fluoride I لأن Fluoride يتفاعل مع كالسيوم بتاع لشينا يعمله كالسيوم Fluoride I يعني تركيبة كمان